تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وبعد تكليف أمرا جديدا للمنطقة العسكرية سبهة قام أمير المنطقة بزيارة ميدانية لكل من مدرية أمن سبهة ومركز سبهة طبي ومركز إيواء الحجر الصحي داخل عاصمة الجنوب أمير المنطقة العسكرية سبهة أكد خلال الزيارة الميدانية لمدرية الأمن على تنسيق الكامل والتعاون المشترك لكافة الوحدات العسكرية والأمنية لتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين مدينة سبهة جوهرة الصحراء الليبية سنقوم بزيارة إلى داخل مدينة سبهة ستكون زيارة قوية وليس بسيطة سندخل بقوة مقاتلة وبرجال يحملون قلوبهم على أكفافهم إن شاء الله وضعنا خطة أمنية ومستقبلية لحماية المدينة وسيتم توزيعها على مديرية الأمن والفروع التابعة لها وفرع دارس التخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والكتائب القتالية التعاون بين المنطقة ومديرية الأمن سيكون تعاون وتيق وقوي جدا إن شاء الله وتكون تحت سيطرتنا وبما فيها من إمكانيات حيث أكد أن القوات التابعة للمنطقة في حالة من الجهزية التامة لحماية المدينة والمنطقة الممتدة على مساحة شاسعة مضيفا أن وحدات القوات المسلحة ستقوم بالانتشار في المدينة وستقوم بالزيادة تأمين كافة المرافق بما فيها مديرية الأمن ومراكز الشرطة والمستشفيات تحسبا لأي طارئ وأشار أمير المنطقة أن القوات المسلحة سوف تعمل على توفير الوقود للمواطنين وأن 150 صهريج للوقود وصلت للمدينة بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الوقود إن شاء الله سيكون متوفر بغزارة ووصل إلى 150 صهريج وقود بدعم من سيد القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على احتياجات المواطن البسيط التي يحتاجها في قوته اليوم إلى ذلك أكد أمير المنطقة العسكرية سبها أن القوات المسلحة وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بالتنصيق مع الأجهزة الأملية ستشارك فيها كافة الوحدات وسيعمل فيها بشكل فوري وقوي لحماية الجنوب من أي تهديدات إرهابية أو إجرامية تحاول النيلة من أهل الجنوب الحبيب عضية العبيدي ليبيا الحدث